بسم الله الأولاد هم دول المستقبل هم دول الأمل في غض أفضل فكل واحد يحاول خلي ابنه أفضل ما يمكن بس فيجي نوعات مهمة جدا بسببها بنخسر كل حاجة أول نقطة اعتبار ان التفل دوت امتدد لي فالحاجة اللي انا فشلت في تحقيقها هو يكملها نعم فشلت بكون دكتور اللي انا فشلت فيه فشلت بكون مهندس فشلت بكون رائع فضاء هو اللي لازم حقل الحاجتية دي فرصة تانية لي هو كان مستقل وليه هواته الخاصة وان كان انت ليك بس ان انت تعرض علي الحاجة دي بسلوب غير مباشر يعني تعرفوا بالمجال بتاعك مثلا لو انت بتحب سباحة مثلا تاخدوا معاك النادي مثلا ما تكبروش ولو رفضها خلاص انت رجل بتاع الكتب وراجل كبري جدا في موضوع الكتب وهو ما بيهواش الكتب تمام؟ اغلب اغلب الشعراء ابنهم ما طلعوش عراء احمد شاوي ابنه ما كانش ليه في الشهر خالص فيه كتب كبار جدا يعني اولادهم مرنوش ولا كتاب تمام؟ فيه علماء كبار جدا زي الامام مالك كان عنده ابن كان هويته نوى يطار تقرات ورق وكان بنته ربنا مبارك فيها كانت بتقعد تسمع الدرس من داخل الغرفة ولو حد غلت وابا ما اخدش باله تخبط فيقول له عيد فيروح ايه عادي الكلام ويكتشف الاختواء فهو انت بس ايه بتفتح له الباب بيبص عليه انما بش هو اللي يكبر ان هو ينفس الحاجة ديت تمام؟ فلازم تتديله انا عرف شخصيا شخص انتحر لان ابوه اكبر ان هو يدخل قليل تب رغم ان هو ميول ادبية هو ادمامه مشاهله كويس جدا لو يتحط في المجال اللي يحبه كان افدع فيه بس يعني والده ضغط عليه ازاي المجتمع يقول ان انا دكتور وابن ما يطلعش الدكتور ويطلع محاسب ولا يطلع يخش ادب وحاجة زي كده الوقت دخل طبه وقعد كم سنة ومتفاجدا في الدراسة بس بيش لايه نفسه يعني يقدر له ما شافع دي النقطة التانية والمهمة جدا موضوع الوظائف الاحسابات بتقول ان على سنة 2030 اتنين مليار من الوظائف هتتلغي خمسين في المية من العدد كل من الوظائف هتتلغي فلازم نخلي بالنا بالموضوع دوت مفيش حد يقول ان عايز ابني يطلع موانز بترول موانز بترول خلاص البترول هيكون شطب على ما يكون تخرج او موانز كهربة خلاص الناس متاجه للتاقة النظيفة يعني محطات توليد التاقة دي هتتقفل ومصانع الفحمة هتتقفل وعمل السكر الحديد هتتقفل والحاجات دي كلها المرافق خطوة الاصلاح حاجات دي هتتطلع حاجات تانية تاقة نظيفة هتطلع موضوع عدد تدوير يعني خلاص المجال تغير يعني مثلا لو كانت على مجال النقل لاحظ ان اوبر مثلا ما عندهش ولا عربية ومعندهش سوقين خالص ومع ذلك كان محتقرة السوق خالص ففيه وظائف كده بدت تطلع وزايد مثلا موضوع السيارات ذاتات القيادة فدي هتقضى على سائق الأجرة والحفلات والشاحنات رجال مرور خلاص الموضوع بقى كل أوتوماتيك فانفيش حد يقول انا عايز ابني اطلع سائق اجرة ولا الراجل مرور او سواء على توكتوك الحاجات دي كلها ان شاء الله تلغي قريب جدا يعني قبل 2030 تكون اتلغت التوصيل بالبيتزا والحاجات دي بقى خلاص فيه التاري الصغارة دي بتاخد الحاجات تتوديها تمام مبادئة الشغل في الأمازون وموضوع كله بقى انتشن مجرد بس انهم بيتزبطوا حسب كوانين البلاد وهتلاقي الموضوع انتشر هيبقى فيه مصمم حركات مرور يعني فيه واحد متخاطس تنوي يصمم حركات مرور منظم حركات مرور واحد ينظم الموضوع دي كله موضوع مثلا التعليم فيه درورة تبقى التعليم اغلبه مهتمد على الموك اللي هو دورات اونلاين فبذات موقع اسمو اكاديمية خان ده ممتز جدا فاغلب الوظائف بتاعت المعلمين هتتلغي المدربين واساس الحاجات دي هتتلغي هيبقى فيه مصمم دورات او مؤسس التعليم لاحج ان المجال كله بيتجه لموضوع البرمجة فلازم الجيل جديد يتعلم برمجة ويقاول جدا فيها برضو موضوع طالع جديد وهو موضوع الطبعة السواسية الابعاد ده هيقضي على حاجة كترة جدا الطبعة السواسية الابعاد بتحط الحاجة تروح طبعة لك كوبية تروح طبعة لك مكعبات بمجرد بس حط المواد الخيام وتحط التصميم فده هيفتح سوق للناس اللي بتصمم الحاجات ديت او بتصال الحاجات دي او مهندس وهتقدر على حاجة كترة جدا يعني خلاص الرجل اللي بسانع الكوبية دي خلاص انا ما انا قاعد في البيت من غير ما اروح اي مشوار عند الطبعة بروح اقل له برينت بتروح ما يطلع علي الكوبية تمام فالموضوع بقى سهل بكتير زي ما انت شايف موضوع الروبوت بقى متشر جدا انصح الناس انها تبدأ تخلي ولدها ايه الظاهرات في الروبوت في البرمجة الحاجات دي بدأت تنتشر جدا وبدأت تبقى مطلوبة تمام في وظاف كتيرة هتتلغي زي المساوق عبر الهاتف مثلا اللي بتصل يقول لك خلاص كل الحاجات دي خلونا ممكن تبقى الكتروني او تتلغي خالص المعلم الرياضات ووظيف التفتيش عمال المجالي وكلها التأمينات وكلها شحن البضائع وموظيف الدرائب طوع الحسابات المكتبات يعني في حاجة كتيرة جدا انها تتلغي تمام في حاجة كتيرة خاصة في مجال الطب قريب جدا انها تتلغي لان خلاص الكمبيوتر بيعمل الموضوع دوت ان انت بتدخل يحدد لك الامراض بتاعتك بيستخدم على الموبايلات يقدر يقول لك ايه الامراض اللي عندك تمام؟ ساعة مثلا بتقيس كل حاجة السكر وضغط بكل حاجة في ثواني فنخلي بانا الموضوع ده يعني زمان اجددنا جانا يقول لك ايه ان فتك المير تمرمغ في طرابول اللي هو فتك الفرص الحكومية اكتشفنا ان الفرص الحكومية ملاش ايه لازمة خالص دلوقتي انا بقول لكم موضوع في القطاع الخاصة انت تروح في المكتب من ساعة كذا لساعة كذا ده قرب يتلغي وتقريبا خمسين في المية من الناس في امريكا التجهل الفريلانسر ان هو شغل في البيت بازا بعد حداث حداثة ستمبر وبعد كده الطفرة اللي حصلت في الكمبيوترات بدأوا الناس التجهل الموضوع دوت ف يعني خلاني نجدد نفسكم انا بقول لكم ده النفسي ان احنا نبدأ نشوف ايه المستقبل ايه تمام؟ يعني ما انا عرف واحد مثلا قال لك انا هاخش في مجال معين في الشغل اللي هو كان موضوع حصر تمام؟ وعد شغال ثمان سنين وفي الاخر الموضوع اتلغى قال لك الكسم ده خلاص عندنا بيمة بندوس على ضرار كل الموجودين في كسم الحصر مع السلامة تمام؟ فانت ما تستانيش حاجة زي كده بص المستقبل بص كده من فتحة كده ان شاء الله المستقبل طبعا بيد الله بس انت ببص حسب توقعات ايه المطلوب؟ المطلوب زي ما قلنا البرمجة، طبعات سلسلة الابعاد صناعة الروبوت الحاجات ديت يعني تبدأ تشوف الحاجات دي هي دي اللي تهتم بها اكتر والحاجة اللي انت تحس انها بتحبها او ابنك بيحبها خليه يدخل فيها وربنا ياسر خير لغمين شاء الله